ايام قليلة تفصلنا عن اكبر حدث مليوني تستقبله كربلاء لكن ثم تم خوف اثارة الشارع الكربلاء بان استقبال زيارة الاربعين سيما لوجود ظاهرة المتسولين الاجانب والتي ارتفع مؤشرها تزامنا مع الزيارة بحجة اداء المراسيم موضوع الزيارة الاربعينية في كل سنة هناك سلبيات وعلى الجهات ذات العلاقة مفروض يراقبون هذا الموضوع واهم موضوع اهالي كربلاء يعانون منعدها هو الموضوع التسول اثناء زيارة الاربعينية ومن بعد زيارة الاربعينية من قبل من بلدان اخرى او من عراقين نفسهم نعاني منها لعدة اشهر الى انجهات الامنية يقدرون يسفرون هذولا او يرسلوهم باماكن مخصصة لهم فنتمنى منعدهم انه كل سنة يحافظون على هذه العملية ويتشددون قبل تبدي هذه المضايقات على الاهالي وعلى الاربعين والزوار جميعا الادارة المحلية تقول ان تشكيل لجان مختصة ترافقها الجهات الامنية وضعت خطة من خلالها تمنع هذه المشكلة التي رافقت زيارة الاربعين في السنوات السابقة لتكون كربلا بيئة امنة لكل الوافدين من داخل وخارج العراق الامور التي تم التجديد عليها مع قواتنا الامنية بشتى اصنافهم هي موضوع التسول في محافظة كربلا حيث لدينا الان فرق جواله في المحافظة تراقب هذه الحالة نحن لا نمنع عيزير لدخول المحافظة الكل مرحب في كربلا المقدسة لكن موضوع التسول موضوع مهم جدا لدينا وكربلا يوجد فيها كثير من المواكب الموجودة في المحافظة ومؤمنين المأكل والمشرب والمسكن في محافظة كربلا ونحن على تم الاستعداد والمتابعة عن كثب عن موضوع التسول ومراقبة هذا الموضوع ولا نسمح نهائيا في هذا الموضوع في محافظة كربلا ومن هنا يحمل الكربلائيون الجهات الرسمية مسؤولية مراقبة ومحاسبة المتسببين بهذه الظاهرة غير الحضارية التي ظهرت انعكاساتها سابقا في الزيارات المليونية من كربلا جاسم الهميم التغيير